اه فيما يتعلق اه بالنقاش الذي اتير حول انتخاب اه شابة بلوغ 18 ثانة رئيسة جامعة وكذلك حضور بعض شباب في مؤسسات التمثيلية اعتقد انه تابعت النقاش العمومي وتابعت ما 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 يكتب في وثائل التواصل الاجتماعي هناك اتجاهين اتجاه يعتبر بان اه بعض شباب اه غير قادر على المسؤولية نظرا لضغوط الدراسة ونظرا لضعف التجربة واتجاه يعتبر بانه من حق الشباب ان يمارسوا السياسة وان ينخرطوا في هذه المؤسسات التمثيلية من موقع المسؤولية اعتقد انه نحن في المغرب واحتوح الجزء من الحركة الشبابية كانت منذ سنوات منذ الدينامية دي الالفين وحداش تناضل وترافع من اجل اشراك الشباب من اجل ادماج الشباب وهناك خطاب ملكية ثامية اه تلحو اه بضرورة ان ينخرط الشباب في تدبير شئلها انا اعتقد ما وقع في اه في المغرب اه هو صدمة التدبير المسؤولية وينبغي ينبغي على نحن انه شجيع هاتشباب لان الكفاءة لا تقاص لا بالسن ولا تقاص لا احتبل بالمستويات الدراسية ولا احنا بالشهادات اليوم لو لو انتخبت رئيسة جامعة في دولة اوروبية لا صفق لها الجميع ولا اعتبرها الجميع نموذج اليوم نحن في المغرب هؤلاء الشباب ينبغي ان نواكبهم وينبغي كذلك ان 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 نشجعهم وان نحفزهم وان يكونوا اه رسالة او عبرة لباقي الشباب لان المشكلة عندنا في المغرب هو ان جزء كبير من الشباب عازف عن السياسة نسبة انخيارات في الاحزاب السياسية لا تتجاوز واحد في المياه نفس نسبة في النقابات ونسبة قليلة تصل الى ثلاثة في المياه او خمسة في المياه في جمعيات المجتمع المدني التربية المواطنة في المغرب لدينا ضعيفة على المستوى اه تمتيلية اه التلاميذ والطالب في الجامعات والمدارس غير موجودة على المستوى كذلك اه تمتيليات اللي كانت موجودة في الاحياء وفي وفي بعض المناطق في المدن اه ماتت في الفروع لذلك ينبغي احياء هذا التقاليد ديال حضور الشباب في الفعل العمومي حضور الشباب في تدبير اه الشئ العام وانا اعتقد انه هذا النماذج اذا نجحت اليوم في التدبير دياله المسؤولية من سنة الفين واحد وعشرين الى سنة الفين وستو عشرين ستشكل نموذجا لباقي الشباب في محطة ديال الف وتسعمية وستو عشرين وسيتم تسويق هاد 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 تجارب اذا نجحت وانا اتمنى نجحها بالرغم الاكرهات اللي كينا بالرغم الصعوبات اللي كينا لا شيء مستحيل بالعكس ينبغي ان نشجعهم اه ايهم افضل اه شابة عندها تمنتاشر سنة او 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 شخص من الكائنات الانتخابية لديه تمانين سنة ولا يفقه ولا يعرف كيف يكتب اسمه وهو لا يحصل على احتال على الشهادة الابتدائية ليس له احتال الشهادة الابتدائية وبالمناسبة ان المشرع كان في القانون القادم انه كان يشتريط اه الحصول على الشهادة الابتدائية لرئاسة الجامعة لقد تم تغيير هذا المقتدى في في سنة الفين وخمستاش واصبح انه بامكان اه اي شخص ان يرأس الجامعة القروية او الجامعة الجامعة كيفما كان نوعها ثقون حضرية او قروية اه لان القانون التنظيمي الجديد لا يميز ما بين الجامعات الحضرية والجامعات القروية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس اكثر من مجرد خبر موسيقى